موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقة من المراكة والتي سنتحدث فيها بحول الله تعالى عن أسباب غيابنا وبعض الأمور التي حدثت في فطرة الغياب موسيقى وصلتنا مرسلات كثيرة حول ما ألم بنا من خلال ما نشرناه عن إصابتنا بوعكة صحية حقيقة أصبت بالكوفيد أنا وعائلتي ومررنا الحمد لله كانت مرحلة صعبة وأزمة صحية وحتى الفيديوهات التي تنشر إما كانت مقاطع أو فيها فيديوهات سجلت من قبل قبل الوعكة الصحية ولكن الحمد لله رب العالمين بدأنا في تحسن وهذا أمر بيد ربي سبحانه والحمد لله بفضل دعوات الكثيرين التي وصلتني سواء عبر العام أو الخاص والتي دعت لنا أن نتعافى بإذن الله تعالى حقيقة أن هذا الكوفيد الذي كانوا يقولون أنه انتهى فجأة تصاب ابنة الصغيرة آية وهي عندها 13 شهر بحمة أخذناها على المشفى فأعلموناه بأنها أصيبت بالكوفيد يعني واصيبت بوعكة كبيرة وهي صغيرة والحمد لله تعافت بسرعة ثم بعد ذلك انتشر هذا الفيروس في العائلة والحمد لله بدأنا في هذا التعافي وكنت شخصي الآن ما زلت فاقد حسة الضوء وحسة الشم إلى حد كبير ولكن الأمور بدأت في تحسن يعني والله في هذا الشهر الصيام وهذا المرض يخلي الإنسان يراجع الكثير من أوراقه ويراجع أولا وقبل كل شيء علاقته مع ربي سبحانه وحقيقة يصل إلى نتيجة أن هذه الدنيا والله لا تسوي شيء في لحظة يجد الإنسان نفسه ممدد على فراش المرض لا يدري إلى أين سيتجح حاله قد يدفن قد يفارق هذه الدنيا وحينها لن ينفعه إلا عمله أو أي شيء طيب داره مع الناس خلينا والله العظيم ماذا نقول ما أجمل الخير ما أجمل العمل الصالح ما أجمل الإنسان يوطد علاقته مع ربي سبحانه ما أجمل أن يدعو للأخوة بين الناس حقيقة أن بعض يفسر ما أقوم به تجاه النظام في الجزائر على أنها معارضة أنا في نظري أنا هذا نوع من الرفض للواقع الذي يجري فقط أما كلمة المعارضة المعارضة السياسية لديها أبجدياتها يكون إنسان في حزب يكون عنده مشروع سياسي مش المعارضة من أجل معارضة أي شيء يعمل النظام نقول لا وانتهى الأمر لا أنا ما أقوم به هو تحليل سياسي كل المعطيات ليست في صالح النظام للأسف الشديد تمنينا أنه النظام يعمل أشياء فيها الصالح والطالح لكن المشكلة ربما يعمل أشياء صالحة وضعيفة لكن الأشياء الطالحة والله خطيرة للغاية يا ما يجب التهاون فيها ما يجب العبث بيها ما يجب التلاعب بيها يا ناس القضية تتعلق لمستقبل البلد المستقبل البلد الآن ومستقبل أي بلد في هذا العالم الآن تخضى إلى أن الإنسان يكون أو الدولة تكون عندها علاقاتها جيدة مع حسن جوارها أهم شيء علاقات النظام والحكومة مع شعبها يكون الشعب مقتنع بهذه الحكومة يكون الشعب مشارك الأقل بطريقة ديمقراطية في البرلمان بطريقة يعني واضحة وبينة تخللوا نوع من الأمل في المستقبل أنت لا برلمان الشعب عنده علاقة به لا الرئيس شعب عنده علاقة به أن هذه الدولة تحولت إلى أنها تغولت بمعنى الكلمة الدولة تغولت والأجهزة الأمنية إذا لم تجد مؤسسات مدنية تكبح جماحها راح تتحول إلى شريسة هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية عندها سلاح عندها قوة إذا لم يكبح جماحها قانون ومؤسسات مدنية هي التي تتحكم في هذه المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية تتغول الآن غياب كل للمؤسسات المدنية لا برلمان يمكن أن يقول لا للعسكر لا أحزاب سياسية يمكن أن تقول لا للعسكر لا مجتمع مدني ممكن يقول لا للعسكر لا رئاسة حتى الرئيس اللي هو من المفروض قائد الأعلى للقوات المسلح لا يستطيع أن يرفع رأسه أمام جنرالات في يدهم السلاح في يدهم العسكر في يدهم المال في يدهم الأجهزة الاستخبارية يمكن أن يفعلوا ما لا يمكن تخيله ولذلك ما صار يتغول في كل دول العالم إذا لم تكن هناك مؤسسات وقوانين ودستور يحكم الدولة الأجهزة تتغول نعم الأجهزة تتغول شوف قوة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية عندها أقوى قوة عسكرية على وجه الأرض يعني تستطيع تحتل أي بلد تستطيع أن تزعزع العالم بقوة العسكرية ولكن لا تجرؤ هذه المؤسسات على تجاوز الدستور أو تجاوز المؤسسات المدنية وهنا شفنا درامب يأتي ويمتثل أمام القاضي بصفة عادية هذا كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورغم ذلك أن المؤسسات عند الدستور نحن الرئيس اللي يجي أعطيني رئيس في الجزارجة ما خيرش الدستور على مقاسه لكن لو عندنا درنا برلمان شعبي حقيقي البرلمان هو اللي يصنع الدستور وهو اللي يصنع دستور نهائي ويمنع المساسة لكن الأنظمة نتاعنا مستبدأ تونس وقعت فيها ثورة هذه الثورة دارة مؤسسات دارة دستور يعتبر من أفضل دستير في العالم جاء رئيس ما يحلم يكون رئيس بلدية جاء ولا رئيس جمهورية انقلب على الدستور ونحاها رغم أنه دستور داروا مجلس تأسيسي منتخب فيه بعد تطور شعبي هذه مشكلتنا من المفروض الدستور لا يمس به خلاص ديروا انتخابات برلمان حقيقي يديرنا الدستور انتهى الأمر كل رئيس جي يمتثل إلى هذا الدستور ولا يحقق إيك أن يمس به هذا الدستور مش يحوله لكل رسم حاولات للأسف الشديد المهم وشفنا هذا التغول ونوصل إحسان قاضي يحكم له بخمسة سنين ثلاثة سنين نافذة واثنين سرسي لماذا؟ لأنه أنا قلت لكم من قبل أدانه أدانه القاضي الأول في البلاد قبل المحاكمة وسمى خبارجي وخلاص انتهى الأمر هل في رأيكم ممكن تبرئته؟ لذلك الرئيس اللي من المفروض هو حامي الدستور هو حامي الدولة هو حامي كل شيء حامي المواطن يدين إنسان ليس مخول بإدانته وبذلك القاضي يمتثل هل يتجرأ القاضي أن يحكم حكم آخر غير هذا؟ لا أعتقد ذلك المهم إخواني هذا الحكم حقيقة حدث في الفترة اللي أنا أعاني من وعكة صحية وهذا الأمر خلاص يعني دي مش دولة؟ مش بيّن؟ بيّن ما عدتش عندنا دولة الأجهزة تغولت لأنه ما كانش رئيس ما كانش رئيس يستطيع أن يقف في وجه هذه الأجهزة يضع لها حد خلاص ما زالت تتغول الرئيس أصلاً هو يدين في الناس أنت شخص أوقفه بخطي النظر عن الجرمان تاعه يحطه خلاص لا يحق لأي كان أن يعلق يأتي ويدين وخبارجي كلمة خبارجي هذه أصلاً لا توجد في الدستور ولا توجد في القوانين ممكن إدانة بهالناس للأسف الشديد ما يحدث حقيقة مهازل غريبة وعجيبة يموت صديقنا الله يرحمه حسن عريبي الشيخ علي بن الحاج بشيروح يحضر الجنازة ويمنعه شخص كان قائد حزب معتمن وسجن وتعرض إلى اضطهاد يمنع من الذهاب إلى المسجد يمنع من حضور جنائز النظام هش لهذا الحد شخص مثل الشيخ علي بن الحاج ضعيف البنية ما يملك لا قوة مال ولا سطوة ولا سلطة ولا شيء يملك إلا لسانه كي يتحدث للناس تصبح الدولة كلها تجند نفسها أنها تمع حتى من صلاة الجمعة لم يحدث في تاريخ البشرية هذه دولة ولا واش حقيقة أنه ألم كبير نحن نتألم على هذا الحال الذي وصلنا إليه يعني ما نستطيع أصلا حتى ونحن نعاني من مرض ما استطعت أني أصمد أو أصمد قليلا بأن لا أتحدث لأنها كارثة صحافي تبعث له بنته فلوس وبنته يعني مشاركة في المؤسسة من الذي يحدث يعتبره تمويل أجنبي والجزائريين اللي عايشين في الخارج يهزوا في الدراهم ويدوا فيه يدخلوا فيهم من الجزائر هذا أيضا تمويل أجنبي الكارثاوين الجنرالات والناس اللي هربوا في الأموال للخارج ولا حد لحقهم هاي الناس اللي هربوا الأموال بوشواربوا وغيرهم وغيرهم اللي موجودين في الخارج وأموالهم في الخارج رجعتوهم هذا جاب أموال وزيد يحل المؤسسة اللي يخدموا فيها نحو ثلاثين موظف صحفي يحل المؤسسات هكذا ولا يهمهم إذا لم يتم توقيف وضع حد للجنرالات اللي تجاوزوا كل الحدود فرح يديروا العجب العجاب رح يدخلوا الجزائر في حرب آلية هذه الحقيقة لأنه منكر أنت وحولت الجزائر محاصرة إزمة مع المغرب إزمات مختلفة مشعلنا الدنيا في الصحراء وعلى حدود موريطانيا منطقات السعر والصحراء كارثة ليبيا كارثة تونس حولتها إلى كارثة البحر العبيض المتوسط تراه هجرة غير شرعية كارثة حصرت الجزائر لأنه النظام العسكري هكذا يحول البلد أعطيني بلد حكمها العسكر حافظت على وحدتها شوف سوريا وانوصلت ماهوش نظام مدني نظام عسكري بمعنى الكلمة وبعد ذلك أصبح نظام ميليشياتي وانوصلت البلد كل جزء مسيطر عليها جهة قسموها سوريا وزيد روح هاتين السودان تقسم واليمن شوفوا ما صار فيه الجزائر نظام عسكري وزيد يدير لي في علاقات يدخل لي في إيران وتحوز تحافظ على وحدتك الطرابية ووحدتك الجغرافية هاي عندك نزعة انفصالية في منطقة القبال ومرشحة تكون عندنا نزعات انفصالية أخرى في الصحراء وفي كل مدن الأخرى تقول لا في هذه البلاد أنا أقول هاي لكم مشكلة الجزائر هي العسكر مشكلة الجزائر هي المؤسسة العسكرية تجاوزت حدودها الدستورية الأجهزة الأمنية اللي يطغط تبون ما يقدرش يفك راسه يعني كيفاش كلمة يدخلك الأجهزة يدخلك المخابرات الملعب السياسي ومشا رح تصيب يولي الرأي الآخر جريمة وتوليه يوميا اعتقالات يوميا أحكام في هذا الشهر الفضيل اليوم الأول من رمضان تعتقلوا امرأة ويوميا توقفوا في الناس في هذا الشهر الفضيل شهر الكريم الناس تفرح بأولادها حارمين الجزائريين اللي في الخارج يرجعوا البلدهم اليوم نحن رأنا في ذكرة أربع سنوات منذ إقالة بوتفليقة من طرف القيد صالح من الذي تغير الناس صارت تترحم على أيامات بوتفليقة يتترحم عليها فيها فساد فيها كل شيء ولكن على الأقل ما فيهاش هذا الاستبداد يعني الناس على الأقل كانت فسادوا وناس تتكلم تنتقد في بوتفليقة الناس يبهدنوا في الحكومة في المرلمان في الجرائد الآن خلاص دولة الجزائر ما بقى الدولة رهي ثقنة عسكرية بمعنى الكلمة الأزامات الدبلوماسية ما يديرها العسكر يا ناس الحرب في حد ذاتها لا يديرها العسكر العسكر هو اللي يقوم بالحرب في الميدان لكن إدارة السلم والحرب ومفتاح السلم والحرب عند المدنيين لأنه إذا مسك القائد العسكري الميداني هو اللي يمسك قرار نهاية الحرب أو استمرارها ما حادش ما حادش تتوقف هذه الحرب ولن تنتهي لذلك تجد الحرب يديرها سياسيوه وسياسيوه اللي يقول العسكر توقفه أم لا مدين لكن لما تكون مؤسسة عسكرية مثل هذا فيها جنيرالات فاستين جنيرالات لا خلاقة لهم لا أخلاقة ولا قيم لهم نعرف الكثير منهم يا ناس لا يحترموا ربي سبحانه لا يحترموا دين لا يحترموا حرف لا يحترموا قريب منتهكوا الأعراض داروا ما يندلهم جبين في حياتهم الشخصية في رأيكم ممكن أنهم يتقوا الله في هذا الشعب وهذه البلاد كارثة حقيقية التي تجري حقيقة إخواني الكرام أنا جيت فقط لأن وصلتني الكثير من الرسال حبيت أن أقول لكم ما زلت شوية في مرحلة التعافي من هذه الإصابة التي أصبتني وإن شاء الله نتعافى جيدا ونعود ونحل الأحداث التي تجري ولكن أردت الإشارة إلى هذه النقاط فقط على الماشي وهي حقيقة مهمة لأن الدولة أو السلطة إذا فقدت ثقة الشعب فيها وزيد فقدت محيطها وصارت شبه معزولة وفقدت قيمتها في المجتمع الدولي ما يكون عندها تأثير لن يكون لديها لا اقتصاد ولا أي شيء من هذا القبيل بل ستنحذر أكثر وأكثر بل سيأتي اليوم الذي ستنهشها يعني هذه البلاد ستنهشها يعني وحوش المجتمع الدولي أو وحوش الغاب كما قد نسميها وحينها لن ينفع أو لن تنفع الشعارات الوطنية ولا اشترار الماضي ولا حكاية رانا ديرنا ثورة في الربع وخمسين ولا شيء هذه كلها رصيد تاريخي يبقى في التاريخ الآن ماذا تسوأ أنت عملتك كيف قيمتها جوازك كيف قيمته نظامك ما هي صورته أمام الناس احترامك لحقوق الإنسان في المؤسسات الدولية هذه هي وهذه لا يمكن كلها أن تتحقق إذا بقيت سطوة العسكري على المدني إذا طغى العسكري على المدني صدقوني لن تكون هناك ديمقراطية ولا حريات ولا دولة ولا أي شيء متى تكون الدولة لما تجد مؤسسات حقيقية تضع للأجهزة حد ويكون دستور قواني تحترم وقاضي مستقل يستطيع أن يستدعي الجنرال فلاني والعلاني أما المسرحيات هذه اللي يديروا فيها كلهم تشارعوا لنا الواحد وكذا وكذا تشارعوا لهذا وانت مخبي ومخفي ومتسطر على فساد العشرات من المسؤولين فأعتقد بأن هذه كلها في النهاية ستغدو في خبرك رأنا بعد ربع سنين من إقالة متفليقة الجزائريين هتقول ويرحم تلك الأيام أيام اللي عشناها ما كانش اللي بصل بهذا السعر حتى ولوا قالوا اللي بصل كان يبكي النساء في البيوت وصار يبكي الرجال في الأسواق هذا اللي وصلت لجزائر طوابير في كل المجلات للأسف الشديد والله المستعال حقيقة ما نسأل الله أولا الرطف وهذا التبهون هذا لي لأدري كيف يعني يفقد عقله لا يدري ما يحدث من حوله ما يشوفش وهذه التجاوزات للأسف الشديد هذا اللي قال له منهار الأول في أول خطاب داره في 19 ديسمبر 2019 قوموني إذا أخطأت صباح اللي مجرد يقول كلمة يعتبرها جريمة ويقول لك هذا صحفيين دخلوا الحبس ما هوش سجناء الرأي لأنه سب حتى لما واحد يسبك في ما قال رأي يعتبر إذا قذفك يبقى قذف لكنه لا يسجن وإذا سجنتوا على قذف داره فهو سجين رأي هذه اللي لازم تفهموها أما لا لأن يجي يقول لك واحد يقول لك بتبون مزور جابوها العسكر تعتبره سب يقول لك تبون كان متورط في الفساد متورط في الفساد هو رئيس ابنه في الحبس خرجوا من فضيحة فضيحة قرن في الكوكايين وما إلى ذلك آه هذا سب وشتم آه سبيت شتمت رئيس الجمهوري روح شوف الفرنسيين مثلا يخي يخي قبلتكم في باريس وليست في مكة المكرمة شوفوا الرئيس الفرنسي كيفاش يتناقش معه مع الناس وشوف الناس كيفاش يتعاملوا معه شوف الشعارات التي ترفع في المظاهرات اللي بقاعد في فرنسي ولا أعتبرها قذف ولا سب ولا شتم فيها حتى يضرب الرئيس بكف وما أعتبره هاش ما أعتبره هاش حتى شي شعب غاضب على رئيسه ودار الأشياء نحن والو لا والو حب يلعب هلنا تبون هذا يلعب هلنا إمبراطور الله المستعان على كل حال أخواني الكرام ونشكركم على اهتمام برة أخرى وإن شاء الله نلتقي تكون في ساعة أفضل وحال أفضل فالجزائر صدقوني راهي إلى مآل مجهول وفعله علامات استفهام كبيرة إن بقي طغيان العسكر يزداد إلى حد فيه ظلم للحباب واذكروا كلامنا نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من المواقع إلى ذلك ملحين ها هو أنور مالك يحييكم ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر